اشتركوا في القناة 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 هذه مجموعة كبيرة لا اريد ان اعدد هنا باسماء الدول او الانظمة او الاخير انا اتحدث بالمعنى الضميري العام وهناك مسار اخر في هذه المنطقة مع الاسف الشديد يرى ان الامر مع اسرائيل اصبح اقرب من الامر مع الفلسطينيين يعني التطبيع مع اسرائيل هو اهم من الاحتفاظ بالحق الفلسطيني هلأ بين هذين المسارين او بين هذين الخيارين كل واحد اخذ خيار عليه ان يتقبل التطحيات هلأ طبعا بعض الاحيان ديانة التطحيات منها شغلة بسيطة يعني واحد مش عم تقولينه يعني انه انت صار عندك حادث سيارة والله بعود عليك لا هذه التطحيات تصل الى عائلات بكاملها تباد وتستشهد وتجرح وهذا امر يعني ايضا يجب علينا ان نقف عنده باحترام دون ان نقلل دون ان نقلل من حجم الالم يعني ليس بالضرورة دائما ان نقول كل شيء ماشي الحال يعني يعني كمان الكلمة بتصير استهلاكية ما بيعود الى معنى حلو كتير انه نتحسر على ارواح شهدائنا ونبكي ونتألم لكن بنفس الوقت نرفع هذا المنسوب بنا التضحية الى الوجود الذي فيه عايش كريم وعزيز على مستوى المنطقة هاكي برأيي في ناس كتير نعم اذا عملت احصاء بالعام مجرد ما تجيبينه نسير سماحة السيد دغري مباشرة بيمتفضوا بيقولولك فدى روح السيد اذا كان بالاول فدى يعني مثل ما بيقولوا كان يقولوا فدى السيد حتى لو كانوا موجودين على الطرقات هلا شوفي اولا ما حدا بيتغنى بفكرة الوجود على الطرقات يعني هادي مسألة ما لازم تكون لكن الان موجودة فيه فيه بعض النقص بهذا الموضوع حتى لو كان بعض الموجود على الطرقات ايه انا بيقولك ايه يعني انا دليل دليل واضح قدامي كل يوم انا بتنقل ماشي اكتر الأحيان ماشي او حدا بيوصلني على الموتسيك وانت شفتيني يلا جيت على الموتسيك اللي هان يعني مع شب من طريق جديد ومع شب من طريق جديد ايه وهو وصلني شوفي لحتى يقولك الناس عندها نزعة سريعة على الألم لكن ايضا عندها قدرة على التطحي كبير وثمين جدا واذا بتعمل مقارنة حتى لو معركة مش معركتهم ما بعتقد في حدا بيقول المعركة مش معركته بس ربما يقول انه الثمن كبير ايه ممكن حدا يقول الثمن كبير ايه بس ما حدا بيقول المعركة مش معركته لا المعركة معركته لانه هو بيعرف انه هذا العدو الاسرائيلي لا سبيلة معه الا ان تكون قوية والمقاومة هي عنصر القوة هلا يمكن هذه المرة بهذه الحرب يمكن الضربات المؤلمة التي وجهت للمقاومة جعلت هذه النفسية شوية تصاب بشوية خلل او بشوية ضعف لكن الان سرعان ما تعمل هذه النفسية وهذه الشخصية على الاقل في الضربات النوعية الاخيرة للمقاومة وبعتقد ما هو قاتن بعتقد ما هو قاتن بحسب معلوماتي سيكون اكبر بكثير مما رأيناه من المقاومة في بأسها مثل شو هلا سمحت الشيخ نعيم قاسم حكي عن هذا الامر هلا على شو مستند بحديثه مستند على سكوت هذا المجتمع الدولي وترك الاسرائيل يفعل ما يشاء وبالتالي لم يعد هناك من محرمات في هذا الاطار اذا كان حزب الله والمقاومة يتجنبون او تجنبا فيما مضى الكثير من الاخطار حتى لا يقع الخطر الكبير على لبنان فعندما لم يعني يرون اي شيء مناسب من التحركات السياسية في هذا العالم حتى مع طروحات الحكومة اللبنانية التي قدمتها والتي اتصلت بكثير من المجتمعات الدولية او الدول لكن يبدو انه الاسرائيلي ركب رأسه وهو يريد الذهاب الى الامام اكثر فاكثر ظنن منه انه سيحصد انتصارات اكبر لكن انا برأيي هذا الامر سينعكس سلبا في مقولي بتقول انه انت كلما بترتفعي المهم ان تحافظ على الارتفاع واذا اضطريت للهبوط عليك ان تهبط تدريجيا الهبوط ضفعة واحدة قد يؤدي الى تحطيم العظام او يؤدي الى الحطام الكامل نتنياهو الان ارتفع بشكل كبير ولم يعد يرى احد امامه اغتال السيد نصر الله قادة الردوان ضربات نوعية لحزب الله تفجيرات البيجرز ضرب ايران ضرب اليمن ضرب حماس قتل السنوار بالامس اغتال السنوار يبدو انه ظن فعلا انه سيغير وجه الشرق نسبة الانتخابات الداخل الاسرائيلي وسترينا هذا الامر قريبا طيب بس انت عم تحكي هلأ انه الشيخ نعيم قاسم باخر خطاب كان يختلف عن الخطابات السابقة عم بيرفع معنويات بس كمان هل مستند على يعني اليوم في رأس الهرم استشهد في قيادات كبيرة عسكرية كمان راحت في منشآت عسكرية في اسلحة في زخائر في اموال ضاعت يعني على شو مستند اولا يستند الى ارادة وثبات وقوة وقدرة هذه المقاومة التي لازالت قوية والتي لازال لديها قدرات اكثر بكثير مما ظن الاسرائيلي انه قضى عليها من يقود اليوم ايران لا ليش من تقود ايران لم يكن في يوم من الايام ايران تقود هذه المقاومة اصلا ولا تقبل لا المقاومة تقبل ولا ايران هي في موقع ان تقود هذه المقاومة نعم هناك تعاون والتنصيق فيما بين حزب الله وبعض الاحيان قيادات من الحرس السوري لكن هذا له علاقة بالرؤى لكن ليس له علاقة بالقيادة والاشراف يعني ان يكون هناك قائد من الحرس السوري كسليماني سابقا في الالفين وستة وقآني بعد ذلك ثم نيلو فروشان ثم زاهدي الذي كان في دمشق فهؤلاء يعني تعاونون حتى مع سوريا وحتى مع يعني حزب الله في لبنان هذا تعاون وتنصيق ليس له علاقة بالاشراف يعني الاشراف هو لما بيكون في مسؤول إيراني باجتماعات الحزب لما سفير إيراني بيحمل بيجر ما بيكون في إيران ما بتكون عم بتقود هي المقاوضة شوفي البيجر البيجر هو جهاز منادات وليس جهاز عسكري يعني مش جهاز عمليات الوكي توكي أو ما يسمى بالايكم اللاسلكي هذا جهاز عسكري لكن جهاز المنادات هو جهاز لبس الرسائل إذا كان هناك من معلومة مهمة يريد الحزب كان أن يوزعها على خاصاته أو على المكلفين بشؤون معينة فالسفير الإيراني كان معه هذا البيجر تحت هذا العنوان إذا كان هناك من معلومة معينة لكن هو ليس له علاقة لا بإشراف ولا بقيادة ولا إله على بايشي السفير هو دبلوماسي في بيرون إن إيران لا تتدخل في حزب الله إيران لا تتدخل في حزب الله لكنها تساعد حزب الله لكنها لا تتدخل بس بدأ تفاوض على السبعة عشر سفر وواحد مع الفرنساوي هلأ شوفي هلأ هذا ما استفقنا عليه اليوم كل مرة يكون هناك تصريح إيراني بتلاحظي أنه دايما فيه التباسات حول التصريح أما لخلل في الترجمة أما لخلل في الصياغة أما لعدم التفات البعض إلى المعنى الحقيقي أنا ما بدي برر أنا بس بدي أسرد وقائع تاريخي فيما له علاقة بالتصريحات الإيرانية التي اتخذت كشماعة دائما للهجوم على إيران سأأخذ نموذج مرة طلع أحد الأصدقاء الإيرانيين عم يحكي أنه إيران أصبح لها نفوس في أربع عواصم عربية بهذا المعنى أنه المقاومة حاضرة فيها بقوة صيغة هذا الكلام بأن إيران احتلت أربع دول عربية وعددها صنعاء دماشك بيروت بغداد طيب هذا الأمر تنكره الوقائع يعني لو كانت بيروت محتلة من إيران بالله عليك يعني كنا شفنا هذا العدد من النازحين في الطرقات أنه لو كانت والمشكلة أنه ما كان فيه بلان لهالعدد النازحين لما يتهجروا لما يكون فيه المقوى عم بحكي فكرة الاحتلال أنه أنا عم بيخذ الصيغة الصيغة اللي قال أحد المحللين هو كان عم يتحدث عن النفوذ عم يتحدث عن قوة عم يتحدث عن وجود عم يتحدث أنه هذه العواصم إلى حد ما تميل إلى هذا الخيار وطبعا هو مخطئ في هذا التعبير لكنه لم يقصد أبدا لا احتلال ولا شيء أوخذ هذا التصريح وبلش احتلال قبل بفترة حكي حدا من الإيرانيين قال لبنان لا يعني حجمه كله ما بيطلع قد نصف محافظة بإيران فاعتبروا القصة كأنه عم بيقول أنه يعني لبنان كله بكيس محافظة بإيران هو مش أصده هاك يعني إن النواية جايدي بس نحن عم نفهمهم غلط نحن عم نفهمهم نحن نتقصد فهمهم غلط مش عم نفهمهم غلط مرة أنت بتفهمي غلط وممكن يعني واحد بفهم غلط يعني بعض بين اتنين أصدقاء بس دير في فهم غلط بيقولوا والله أنا بعتذر أساءت فهمي مش هيك هذا التعبير العادي بس مرة نحن نتعمد أنه نفهم الإيراني غلط طيب ما كل أقرع بهذا العالم وأني منهم يعني أقرع كل أقرع بهذا العالم عم يطلع يحكي بلبنان وأنه هو شو بده يزاوي بلبنان ما بنسمع هذه الانتفاضة عند اللبنانيين ديمين عم بتدخل والشيخ سامي جميل يعني هلأ حيا مئاتي على الحضور القوي والهيبة القوية للدولة اللبنانية طيب معلش خلينا نكون خلينا نكون متوازنين خلينا نكون هذه الحمية على الأمريكية وعلى الإيراني وعلى المصري وعلى القطر وعلى السعود وعلى المشعر وعلى الفرنسي أنا بقبل بس إنه تاخد بس النموذج الإيراني يا حضرة رئيس الحكومة وتقول له لوزير الخارجية بتستدعي القائم بالأعمال الإيراني هذا المينموم هذا المينموم اللي يجب يعمل لما بشكل صريح لا أنا مش ضد انتبه أنا مش ضد بس أنا عم بوصف إنه عم بقول إنه إذا بتعملها هايدي مع الباقيين كونين ممنونينك من يعني السفيرة الأمريكية بتصريحاتها وسلوكها والكزدرة تعول الأمريكيين بمطار بيروت إنه شو هاودي هاودي مش انتهاك للسيادة شو له علاء الوفد الأمريكي يجول في مطار بيروت هو وصي علينا ما عندهم منظمة مصنفة إرهابية بلبنان أمريكا كلها إرهابية يعني ما في داع يكون عندها منظمة ما هي أم الإرهاب ورأس الإرهاب في هذا العالم ما قدمته لإسرائيل في هذه الحرب يوازي حرب فيتنام ويوازي حرب أفغانستان وحرب العراق ثلاث حروب خاضتهم أمريكا من أبشع الحروب في العالم الآن ما قدمته لناتنياهو يوازي ثلاث حروب فتكون أمريكا بتحتاج إلى كوفيا عندها منظمة إرهابية بعدها هي من يحق لها أن تصنف هي هي من تصنف هي تصنف حركات مقاومة ضد المحتل الإرهاب بينما هي تحتل دول كما تفعل في سوريا وفي العراق ولا تريد أن تخرج ولا تصنف بالإرهاب هي الإرهاب وهي من شرع الإرهاب وهي من صنع الإرهاب لكن اليوم إيران لا تتعمل ولا خطوة تجاه العدو الإسرائيلي داخل إيران إنما تحرك أذرعتها بالخارج وهي بالوقت تفاود وعم تطلب وقف إطلاق النار شوف هلا هذا الكلام فيه كثير تساؤلات وفيه كثير ممكن واحد يطرح نقاش كثير وساعة الأمريكي الإيرانيين بيعونا وساعة الإيرانيين بيحركونا وساعة مش عارف شوك يا عمي طيب يا سؤال يا عمي طيب الإيرانيين بيحركونا طيب إسرائيل مين بيحركها؟ مين بيحركها لإسرائيل؟ نحن ما بنقول بكل عقلنا إنه إسرائيل لو لأمريكا ما فيها الضايا الجمعة؟ لا هي حليفة أمريكا هي حليفة أمريكا طيب وهي الدول العربية مش حليفة أمريكا ولبنان صديق أمريكا طيب إذا كان لبنان صديق أمريكا خليها أمريكا تحن على اللبنان وتحلن على اللبنانيين وتقول له لنا تنينيوه وقف الحرب بيحكي بلينكين مع الرئيس بر أربعين دقيقة بيحكي على رئيس الجمهوري ما بيحكيش على وقف الأدوان بيحكي مع مئاتي نصف ساعة مع الرئيس مئاتي كمان نفس الشيء إذا كنا نريد أن نصدق معادلة أن إيران لها أزرع في المنطقة مش هيك؟ طيب هذه الأزرع يعني ألا تأتمر بالأوامر الإيرانية وبالنواهي الإيرانية؟ ولا إيران إذا كانت تريد هي أن لا يكون هناك حرب وحصلت كل هذه الحرب بتصير حماس مش زراع بتصير حماس أكبر من إيران بتصير هي الرأس مش الزراع وإذا حزب الله فيث به المعركة إسناداً لغزة وبعدين صار دفاعاً عن لبنان يعني بيكون هو عم يخالف إيران وهو زراع طيب كيف هالزراع عم تحاول تطعم لك على الرأس؟ شوفي هذه نكتة صارت ممجوجة إيران لها قدرة وحضور مع هذه الدول نعم لها قدرة وحضور مع هذه حركات المقاومة نعم تدعمها بالمال والسلاح نعم تقدم لها استشارات وممكن بعض الأحيان تدربها هيدا كلهم بيكونوا أزرعها نعم لكن هؤلاء ليسوا أزرعها إيران تؤيد الفكرة تؤيد القضية تدعم القضية لا هي لا تحتاج إلى مرتزقة هي لا تحتاج إلى مرتزقة ولا نحن مرتزقة أو يعني مش نحن يعني هذه المقاومة مرتزقة هي ليست مرتزقة لا لإيران ولا لغير إيران سوريا كانت تدعم حزب الله ولا تزال بكل شيء لكن حزب الله لم يكن ولا مرة من المرات مرتزقة لسوريا تدعم سوريا حزب الله اليوم ما لأشي هذه الصواريخ في هذه واحد وفهادة اثنان هذه شو هذه الصواريخ من المرات ليش تولي بإزالة صور هذه الصواريخ من بات الفخوري وبيتعب السيطر ليش تولي بإزالة صور الشهيد سيد حسن نصر الله وين من سوريا بسوريا ما بعض ما سمعت هك شي بلا حطوك تشير على وسائل هل شو بها هاي تواصل اجتباع هاي دي سويل فاني شو بدي فيها الرئيس الأسد لا يمكن يوم من الإيام إلا أن يكون أول واحد بكى على السيد نصر الله وآخر وآخر حدث في هذا الكون ممكن أن ينكر على هذه المقاومة ما كانت عليه أمام سوريا ومع سوريا لا يمكن هذا الرئيس الأسد كتلة من الوفاء ما بيننا عندنا كتلة الوفاء للمقاومة عندنا الرئيس الأسد كتلة من الوفاء لحزب الله وين ترجم هالوفاء اليوم هلا أنا يعني أنا مني داخل بالتفصيل يعني مش قاعد بالقنوات اللي بتتصل ببعضها بس أنا أعرف تماما أنه الرئيس الأسد لم ولن يتخلى لحظة واحدة عن دعم المقاومة ودعم حزب الله وحزب الله يتفهم خصوصية سوريا حتى عندما كان السيد حسن نصر الله عليه السلام كان موجودا كان يتحدث بهذه الخصوصية لم يأتي على ذكر سوريا في كل حرب الإسناد حتى لا يحشر سوريا أو يحرش سوريا في بعض المواقف لأن سوريا يكفيها ما الذي حل بيهموا يحمي رأسه هلا بهموا يحمي رأسه بهذه المرحلة هلا أنا مش مع فكرة يحمي رأسه أنا مع فكرة أنه يكسر مخطط يراد له أيضا أن يمشي في سوريا يعني خلينا نكون كمان صريحين يعني الآن أنتو بالأم تفي هديك اليوم حطين شيء أنه بدأ العدو الإسرائيلي يزيل الألغام من الجولان السوري المحتل يعني وكأنه يمهد لشيء وبعض الوكالات الأخرى نقلت الخبر وإنتو نقلت الخبر نقلل عن الوكالات صحي أو أنتو نقلت أو الوكالات نقلت عنكم عالم نيعا نقلت الوكالات عم تنقل عنكم من نيعا هذا ماذا يعني هذا يعني استعداد لشيء ما مشايك طيب هذه السوريا الآن في حالتها الراهنة في كل ما أصابها والمجميع الإرهابية الموجودة في الجنوب السوري وعلى تماس ضد سوريا ونعم مع ناترياه ضد حزب الله إن المعارضة طيب إذا كانت هذه المعارضة موجودة ومسلحة وإلى آخر والإسرائيل اللي بدو يفتح لها مجال يعني سوريا ستكون أمام جبهات متعددة وهذا أمر مش بسيط الروسي أيضا بدوره أعادت تموضع في الجنوب السوري على غفلة ومن ثم عادة إلى نفس المواقع مما يطرح علامات الاستفهام أيضا حول بعض السلوك الذي يعني حاضر على الأرض السورية فلذلك أنا ما بدي أقول أنه عم يحمي رأسه أنا عمقول الرئيس الأسد يقرأ في التطورات بشكل دقيق جدا وهو يعرف تماما أن سوريا لا زالت تحت عين الهدف والمرمى الإسرائيلي والأمريكي ما يجري في الشرق ما يجري في الشمال وما يجري في الجنوب يعني زلم محاصر من ثلاث جهات بشكل كبير وأيضا لا يسلم من العدوان السوري الشبه اليومي أو الشبه الأسبوعي فهذا وكله يعني نحن بنا نقول له للرئيس الأسد هيا بنا إلى الحرب ما معقول كمان يعني ما كمان نكون منطقيين ما إذا كان هذا الأمر بيصير هذا بيصير مع مقاومات إلى شوية خصوصية لو كان لبنان هو الذي قام بهذه الحرب لكانت الأمور مختلفة وصعبة كتير لكن المقاومة هذه الخصوصية اللي ميزتها طيلة السنوات جعلت قرارها إلى حد ما ينبع من فكرة أساسية أنه للبنان الحق بالدفاع عن نفسه وأن المقاومة أحد أهم عناصر الدفاع عن لبنان أما إذا سوريا دخلت بالحرب يعني حرب دولة أما إذا إيران دخلت بالحرب يعني حرب دولة حرب الدول يترتب عليها معادلات كبيرة هل تحتمل المنطقة هذه الحرب لذلك إيران لا تريد الحرب وحتى هذه اللحظة لا تريد الحرب لكنها لا تحرك لا حزب الله ولا حماس ولا أنصار الله هؤلاء تحركوا تلقاء ذاتهم من أنفسهم لا يحتاجون إلى من يقول لهم تحركوا والسيد حسن نصر الله في اليوم التالي خرج وقال أنني أطلق أول صاروخ أو أول قذيفة وأطلقها الله يرحمه الشهيد القائد أبو طالب طالب عبد الله من يقود المقاومة اليوم ولماذا لم يتم حتى الساعة تعيين بديل عن الأمين العام هلأ من يقود المقاومة بالمعنى الميداني هناك غرفة لعمليات المقاومة يعني أصبحت الآن أصدرت البيان التالي على التوالي أول بيان بعملية بن يمينة بأعتقد والبيان التالي بعد المواجهات والكمائن في القوزح وعيد الشعب وغيرها يعني نحن أمام غرفة عمليات للمقاومة بالتأكيد يقودها شخص يقودها شخص ميداني عسكري لكن البيانات غير معروف إلى الآن غير معروف ليش ما بيتم يعني يعني الآن يكفي يعني ما حدث يعني أمنيا يعني يعني يكفي المقاومة ما حدث فيها على المستوى الأمني فهي الآن تتعامل بموضوع سري نوعا ما لكن هذا لم يطول كثيرا يعني سيخرج حزب الله ويعلن تعيين أمين عام أو انتخاب أمين عام وهيئة قيادية وكل التفصيلات الأخرى لكن الآن في خضم المعركة سألنا بعض المعنيين بحزب الله قال يعني هذا الأمر ما بيهم ما بيهم الإعلام هذا يهم القادة الميدانيين والقطاعات اللوجستية والميدانية والقوات الصاروخية التي هي على أهبة الاستعداد ولقوا طريقة تانية للتواصل يعني يعني فيه بديل موجود بس ما أعلنوا عن اسمه طبعا عم بيقود العملية طبعا طبعا لماذا لم يتم نعي سيد هاشم صفي الدين لماذا لم يتم نعي لأنه حتى الآن يعني غير معلوم إذا كان يعني استشهد أو لم يستشهد فبالتالي حزب الله يعني لا يعلن إلا إذا كان هناك استشهاد وإذا لم يكن هناك استشهاد يعني حتى الآن ليس هناك من معلومة يقدمها للرأي العام يحتفظ لا 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 ما عارفين إذا موجود أو مش موجود يعني إذا مش عم يتواصلوا معه مختفي يعني مفقود ما هو حطين يعني بغرفة وزارة الحرب الصهيونية حطين صورة السيد هاشم صفي الدين وعلامة سؤال فخلي علامة سؤال لش أنا أعطيه مجواب خلي مفتوح الآن السؤال والحج وفيق صفر حج وفيق على علمي ما في أي مشكلة بالحج وفيق ليس لدي معلومة تفيد بغير ذلك يعني أعتقد أنه بخير وسلامة أعتقد يعني ما وصلني يعني ربما يكون المعلومة مش دقيقة يعني لم يكن موجود بس أنه لمعلوماتي أنه ليس كما يروج أبدا على الإطلاق ليس منه أي شيء من الصحة يعني ما تصاوب حتى ما فيني أقول تصاول وما تصاوب أنا أقول أنه يعني ما في أي شيء يتعلق بالحجوة في الصفة في كل هذه القضية يعني لم يستشهد لا 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 طبعا ماذا حصدت المقاومة يعني حتى الساعة من هذه الحرب بغض نظر عن تهجير فوق المليون نازح من الجنوب ومن الضحية فوق أنه في قرى راحت عن بكرة أبيها بالجنوب ودمرت الضحية يعني غير أنه عطيت شعبية أكبر لنتنياهو يلي كان كمان عم يواجه مشاكل بإسرائيل داخل كمان مع الدولة شو الانتصار اللي اتحقال شوفي نحنا حصدنا حصدنا زرع يعني بيحكي بالمنطب مش نحنا يعني هلا دايما العالم بتحاول تتعطى معي كأني أنا ممثل جهة أنا مش ممثل أحد بس بعض الأحيان اللي شدت علاقته بهذه القضية بحس حاله هو جزء من هذه الهوية فصير يعبر أنه يعني كأنه هو واحد منهم يعني إن شاء الله نكون واحد منهم يعني بس أنه أنا مش هيك يعني ما إلي علاقة شوفي الحصاد اللي صار مرة إن إحنا معوادين بواقعنا منحب نزرع أخيار وبندورة وفريز يعني لأنه ليش الموسم سريع يعني حط الشتلة بعد جمعتان بتأكل بندورة وخيارة أو فريز حزب الله عم يزرع ناخل هذا الناخل بده يطول شوي لما بتسألي عن الحصاد الحصاد سيأتي بلحا رطبا جانية متل ما بيقولوا لأنه أنت عم تحاربي لأجل قضية هذه القضية صرى من الـ 1890 أو 95 وبداية القرن العشرين بسايكس فيكو تقسيم كل المنطقة شرزمونا شقفونا أخذوا فلسطين وأصبحت إسرائيل هي الدولة معترفية بالأمم المتحدة ومجلس الآمن وأصبحت فلسطين غير موجودة حزب الله يحارب من أجل هذه القضية الوجدانية هذه القضية الوجدانية يمكن الواحد الآن بيقول أنه يا أخي أنا شو طلع لي هلأ المسألة ما يعني هذا امتحان وإلهي هذا امتحان له علاقة بكرامة الشعوب هذا امتحان له علاقة بمصائر الأوطان هذا مش امتحان له علاقة أنه أنا شو قدمت تطحيل الله وكل حرب بدو يطلع منا يا خاسر أو منتصر صح؟ جيد جيد لهلأ في خسائر كبيرة عم نحكي بشرية عم نحكي حتى مدينة طيب خلينا نحكي بالخسائر أول شيء أنا عم بحكي على الحصاد حزب الله زرع نخلة هايدي النخلة ستقول لكل العالم العربي اللي عنده نخلة كتير بس النخلة الموجود بالعالم العربي ليس كنخلة فلسطين ليست كنخلة السيدة مريم ها لا ليست كنخلة السيدة مريم هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية هذه النخلة كانت في فلسطين عندما وردت المسيح عليه السلام لا هذا قرآن مش شعر لا بس ما نحكي أمور عملية لا هذا مش شعر هذا قرآن هذا قرآن هناك نخلة فيها رطب جنية وهناك نخلة بس نحن منصورها تصوير حزب الله زرع نخلة فيها رطب جنية لقضية مركزية تهزنا من الأعماق دينيا وقوميا ووطنيا وأخلاقيا وإنسانيا في الموضوع الخسائر نعم حزب الله تلقى خسائر كبيرة أدبة بدك يكفي أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهم شخصية في القرن العشرين والواحدة وعشرين شفناها وعرفناها وتربينا عليها وأهم قائد تحرر وأهم رمز من رموز المقاومة استشهد ليسمى شهيد على طريق القدس يكفي لحد هذا الأمر هو أكبر خسارة بنظر يعني من يحبونه ونحن منهم لكن خلينا ننقص بالمقلب الآخر دمار عندنا تهجير عندنا لعب النسيج الوطني حملة كراهية غير مسبوقة عدد شهداء كبير عدد تضحيات قد ما بدك ماشي لكن في المقلب الآخر لنرى ما الذي حصل عنده الإسرائيلي يكفي أن الإسرائيلي لم يشعر في لحظة من اللحظات في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل مع العرب أو خاضها العرب مع إسرائيل لم يشعر الإسرائيلي أنه في حالة غير أمان إلا في هذه المعركة لم يشعر أنه في يوم من الأيام ممكن أن يغادر إسرائيل إلا في هذه المعركة لم يشعر أن اقتصاده اهتز إلا في هذه المعركة لم يشعر أن المستوطني غادروا بالمئات بمئات الألاف وأصبحوا تقريباً أربعمائة ألف وخمسمائة ألف إلا في هذه المعركة لم يشعر أن شركات وصلت إلى حد الآلاف من الشركات أغلقت لم يشعر الإسرائيلي في يوم من الأيام أن القادم من أوكرانيا ولتوانيا ولياتفيا وبولونيا وألمانيا أنه لم يعد يأتي إلى إسرائيل لأنها لم تعد وطن الاستقرار والأمن هذا بحد ذاته مهم الثاني الصواريخ مع كل المنظومات للدفاع الجوي ثاد الجديدة وحيتس وميتس وفيتس هؤلاء الموجودين عند الإسرائيلية صناعتهم والباتريوت وكل هذه المنظومات لم تنجيهم من بعض الصواريخ التي استطاع حزب الله أن يطلقها وتصل إلى حيفا حيفا يعني شو بالعقل الإسرائيلي؟ يعني حيفا بالعقل الإسرائيلي هي كل اقتصاد إسرائيل هذه كلها خسائر نحن ما عم نشوفها بس اللي بتابع الإعلام الإسرائيلي خليه يعمل جدولي فيها نحن ما منشوف إلا حالة الرعب اللي بتصيبنا وهي طبعا صعبة لأنه أف خمسة وثلاثين وصواريخ موجهة وأم بي أربعة وثمانين بس ما في اليوم القبة الحديدية بالتأكيد وعم تستخدم ضد المدنيين صواريخ مش عم توصل ماشي عم بقلك عم بقلك حجم الرعب عند الإسرائيلي أكبر أكيد أكبر والدمار أكبر أكيد أكبر والخسار عندنا أكبر أكيد أكبر بس لا يمكن جعل القصة يا ديانة بالتوازي ما فينا نجعل بالتوازي لكن في بعض الأحيان الواحد بالفطبول يعني لا تخذيني تشبيه بسيط يعني لكنه يعني قريب للعقل واحد بيربح سبعة سفر واحد بيربح واحد سفر ما اسمه ربح يعني اللي ربح سبعة ربح سبعة مين ربحان هلأ لا أنه معنى الحكي أنه ما بيعود إلى إيمي يعني أنت لما بتعمل القصة هاك ما بيعود إلى إيمي مقارنة ما المشكلة أنه مش ربح وخسارة القصة هيك لا مش ربح وخسارة هاي القصة في خسارة بالجهتين أكيد في ربح بالجهتين أكيد نحنا ما عم نعمل مقارنة فطبول ورايحين عن المونديال عم نصف بعضنا ما في هذا مش مقارنة فطبول ولكن نتني هو بيعتبر هذه معركة مستمرة يعني بتصريحهم بارحا بيقول أنه النور ينتصر في غزة ولبنان اليوم بعد قتل شو بيقول النور ينتصر في غزة ولبنان يعني اليوم النور نتني هو بتصريحهم بارح النور ينتصر يعني أنه عم بيقدع على المنظمات الإرهبية برأيه السنيورة قال هاك نتني هو ها فيه السنيورة بعد قتل السنوار برأيه أنه قضى على حماس في غزة نحنا اليوم بيجابة الإسناد مين عم نساند إذا يعني بعد ما تم القضاء على حماس شوفي قضاء على حماس ممكن يكون قضاء وجودي لقيادات لشخصيات لمقاتلين لكن حماس صارت فلسطين حماس صارت صارت الشعب الفلسطيني انتي هلا متوقع أنه حماسي بعد حزب أو حزب الله بعده حزب لا هلا ممكن أنا هلأ أنا وجاي شفت قرابتك من بيت فخوري قال لي أنا بحزب الله وما له عليها حزب الله أصبح فكرة بتلاقي واحد مسيحي ما له علاقة بحزب الله هو حزب الله صارت فكرة برأسه حزب الله رمز لمواجهة الإسرائيلي حماس هذا واقع لا هذا واقع حماس رمز لمواجهة الإسرائيلي لمواجهة الإجرام اليوم برأيك لبنان كله صار أغلبية ما بدي يقول أغلبية وأكترية بس أكيدي أغلبية أكتر من يعني أكيدي أكتر من اللي ضده أكيد الأغلبية مع مش ضد أكيد بس أنا ما بدي فوق أين عايش أستاذ فيصل أنا عايش أنا عايش موجود في كوكب لبنان هذا الكوكب العجيب الغريب اللي بلدية بتحذر النازحين وبتقول لهم فلو واللي ناس بتقول لهم تعووا بيوتنا لإلكون يعني هذا هو لبنان فيه فيه النقيض والنقيض ما فيه أشخاص كمان بدون يحموا عيالهم يعني هدي شوفي شوفي فكرة الحماية خلينا نرجع لموضوع النور إنه صار نتنياهو بيحكي بالنور صار نتنياهو بيحكي بالنور والمقاومة تصير ظلام يعني عكل حال كتير مهم هذا العالم يسمع نتنياهو المجرم يحكي عن النور يعني الذي لا يعرف شيء من النور اللي أرجع أقول لك إنه حماس لم تعد تنظيم ممكن يستشهد السنوار وهنية ويستشهد الضيف وغيره وفلان وفلان ومروان عيسى واللي بدك ياهن لكن حماس أصبحت هذا الجيل اللي طالع هلأ شايف سنة من الحرب عم بشوف كل الإجرام الإسرائيلي بكرة بدو يطلع يصير حموس حماسيون مزيد من حماس حماس 1 حماس 2 حماس 3 بصرف النظر عن الأديولوجيا اللي مركبة فيها حماس وممكن تشوفي واحد من حزب الله حزب الله 1 حزب الله 2 يعني تشوفي حزب الله يعني نسخات مطورة ليه؟ لأنه واحد عم نشوف هده الإجرام الإسرائيلي حزب الله لم يرتكب إجرام لم يمارس إجرام لم يستهدف مدنيين حماس لم تقتل مدنيين هذه السردية الإسرائيلية كاذبة منافقة مشى فيها بعض الإعلام العربي ليؤيد إسرائيل سرعا ما تبين أنها غير صحيحة وكاذبة هلأ اللي عم قولوا لبنان إذا أنا عم يعيش بلبنان إيه أنا عم يعيش بلبنان شو مسألة الأحصاء؟ طيب خلينا نروح للأحصاء حزب الله أكبر حزب بلبنان يحظى بشعبية مع كل هذه الحرب التي قالبت لبنانية هل تحكي بي بيقتوا ولا بلبنان كله؟ بلبنان كله أكبر حزب يمتلك شعبية بلبنان كله وبالعالم العربي كله لو تركت هذه الشعوب أن تعبر عن رأيها لكن للأسف يا عم ما في حدا بيختار الزل على الكرامة ما في حدا لا يمكن أن تخيري بني آدم طبيعي مين قال أنه نحن عايشين بزل أنا أريد ساند الفلسطين عم بحكي أنا أنه موقف حزب الله وحماس هو موقف الكرامة والعنفان والشرف العربي الذي يدافع عن وطنه مقابل عدو إسرائيل فهذا لا يمكن لأحد أن يكون ضده ممكن واحد يقوله أنه أنا ما بتحمل الوجع بس أنا ما ممكن يكون ضده حزب الله سيس باتهما هو بقلب الدولة ولازم يحترم موجود الدولة جيد هذا كلام مهم لازم يبلغ الدولة على قراراته ومش يفتح حسابه في الجيش بالدولة ممكن ينصره في الجيش هذا كلام مهم وسليم جيد هذا كلام مهم وسليم لقد خطبهم السيد حسن نصر الله مرارا وتكرارا تعالوا لنطفك على ما هو هذا البلد ما هي هذا البلد هوية هذا البلد كانوا دائما يتهربون تعالوا لنطفق على أن يكون لنا عدو مشخص وصديق مشخص تعالوا لنؤسس دولة قوية وعادلة يا أستاذ ما بقول أنا جندي بولاية الفقه كيف في الدكتور؟ أنا جندي بولاية الفقه أنا فيصل عبدالساتر جندي بولاية الفقه أنا ما لي علي ولاية الفقه بالدولة أنا مني جندي بولاية الفقه أنت مش مشكلة ما أملك حق بس أنت هون عم نحكي نحن جندي بولاية الفقه على مستوى الفتية إذا قال هذا الفقه يوما من الأيام أن الجهاد واجب على كل المسلمين في العالم أنا جندي بولاية الفقه لكن الولي الفقه لا يأمرني في وطني ما قالوا عليها فيه بوطني نحن البلد منه إسلامي فيه من كل التواف جيد أنا عم بحكي أنا بالتكوين الثقافي جندي بولاية الفقه بمعنى الفتية أن يقول لي هذا الفقه هذا حلال وحرام فهو وليه من حيث الأمور الشرعية لكن هو لا يقول لي أنه والله أنت آتل ولا متآتل سلم ولا متسلم ابني دولي ولا متبني دولي لا يتدخل هذا هامش لي أنا شخصيا حزب الله حزب لبناني مرعي ماليا ودعم واحتضام من إيران صحيح ولا ينكر هذا الأمر لكن هذا لا يغير فيه شيء يعني ما علي شيء نحن تعودنا للأحزاب الشيوعية في العالم العربي وين كانت ميزلطة الاتحاد السوفيتي وين كانت الاشتراكية الاتحاد السوفيتي وين كانت مش عارفة الأحزاب العربية مصر عبد الناصر الناصرية طيب هذا كله كان انتماء متعدد مركب هذا لا يضر بالوحدة الوطنية طيب الكتائب ما تأسست على فكرة الهتلرة أو الفاشية الألمانية كمبدأ لكن مش بالضروري إنه تكون يعني هي تاب على هتلر مثلا وغير ذلك مش عم تفرض على الشعب اللبناني كله يتعطر ويفود بحرب لا أنا ما بدي يقول يا سيدتي من يتمنى الحرب هذا بيكون عقله مش طبيعي لكن عندما تفرض عليك الحرب وتطلع تأملية بالبندايرة البيضة هذا انت بتكون منك 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 يعني صاحبة موقف سليم من تفرض علي الحرب عليه أن يواجه يقول الشاعر فيصل عبد الساتر ليس للحرب إلا الحرب بس ما نحنا فتحنا جبهة مش فرضت علينا الحرب نحنا حركشنا يا سيدتي هاي دي كلمة حركشنا هاي بيقول الواحد إنه بينه بين جارو هذا عدو هذا لا يحتاج إلى حركش ما هو متحركش بسمى بسمى اللي خلفنا من أول ما خلقنا ليش أم ترتحنا بهذا البلد مبارا الإسرائيلي ليش ما بتقوله يا عمي بدي استحلي الأمتي فيه تطلع تقول إنه الإسرائيلي تحركش فينا يوم اللي قتل رعاة الماشية بشبعة مزارع شبعة ليش ما قلتوا تحركش ليش هلا قلتوا عم تحركش قيمة كنا ضده لا 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 عم بحكي عم بحكي مجازا ما تاخذي تفصيل عم بحكي مجازا عم بحكي مجازا الامتي فيه وكل الوسائل الإعلامية الأخرى اللي عم تطلع تقول عم تبرع جماعة اللي عم يصهينوا لا أنا ما بصهين حدا أنا بقول إنه هذا خطاب مؤذي بتغلط الامتي فيه أكيد بتغلط ببارع برسال غانم عم المقدمة يعني الله ورسوله ما بيقبلها يعني ولا حدا بيقبلها واحد ساكت بيبشي حار وبس بلش يحكي يعمل مش ساكت يا عم من نوع يعبر ولك يا ديانة بالمعركة يا حبيبتي بالمعركة العالم كلها بتوقف إيد وحدة بالمعركة ما بين عمل تصلي تحساب أنت يعني أنا والعدو منكون مع بعضنا نصف حساب مع بعض أي معركة شرر بالعالم بالطريق بك يا سيدة شرر بالعالم بالطريق أنتو حناين يعني أنتو حنوني على العالم أكتر مني ما أنا أولادي بالشارع وإخوتي بالشارع ما مثلي مثلك أنا أكتب أنا مأهور أكتر منك بس هذا لا يبرر أنك تعملي هجوم على المقاومة تطلع تقولي مبروك عليكم الانتصارات شو عم نعمل فعل زلة المقاومة عم تعمل فعل مشين يا شعب اللبناني إلو حق يسأل يا سيدتي إلو حق يسأل يا سيدتي إلو حق يسأل ليش بإسرائيل طلعوا يقولوا الآن من أيد نتنياهو بكل هذه الحرب بدون أي حساب ما لهم حق يسألوا كمان مش مره منتشبه حتى بعدونا مش كلهم نطلعوا أي دول مبالي لا بحرب سهام الشمال مئة بالمئة معه لكن بكرة بدون يسألوه أنه أنت طلعت تقلنا أنه جمعة وجمعتين وشهر وشهرين يوم ويومين وجمعة وشهر وشهرين ونزلت من عين الدمعة وان غايب وان شاك هل الأغنية بتقول هاك طي إيه إنه أصلي شهر ماشي ما هو يتحاسب ما هو صره سني وشهر ما عم يتحاسب وبيطلعوا المظاهرات وبيطلعوا كذبوا 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 نفاء شوفي نتنياهو قدر أخذ ضوء أخضر أمريكي فرنسي بريطاني عالمي عربي مش عارب شو إلى غيره وللأسف بعض الداخل اللبناني بطريقة ما معه بطريقة ما معه لو الجيش اللبناني هو اللي عم بيحارب كل لبنان رح يكون معه الجيش اللبناني لن يحارب شليها من فكرتك شليها من رأسك الجيش اللبناني لن يحارب إسرائيل وجها لوجها ليس لمصلحتنا وليس مطلوب منه وهو غير قادر وغير مسموح له أن يقوم بهذا الدور أنا عم بيحكيكي كما هي ما عندي أنا سطر مغطى عم بيحكي كما هو الجيش اللبناني ضمن كل التركيب السياسي اللبناني ليس مؤهلا لخوض حرب ضد العدو الإسرائيلي وليس هذا الدور الذي يعمل له عليه لحظة هو أقصى ما يمكن غير مسموح له شيء مين مش سامح له مش سامح له أمريكا مش سامحت له أمريكا أمريكا مش سامحت له أمريكا مش سامحة لها القيادة السياسية اللي صارنا 30 سنة موجودة ما أدرت تجيب للجيش اللبناني طيارة حربية ولما راح اليس المر الله يوجه له الخير راح اليس المر وزير الدفاع بوقته راح على روسيا وأخذ وعد من الروس بطائرات وكذا إيجا لهون أطع عليه الطريق بالحكومة اللبنانية وقالوا له باي باي نحن ما نتعامل إلا مع أمريكا وأمريكا ما بتعطي لا طيارات ولا صوريخ ولا أسلحة كاسرة ولا أسلحة هجومية وعطتنا شوية أم سيكستينات وشوية رنجرات وشوية هاودي شي اسمه ناقلات جند لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تعطينا أنا عم بيحكي الآن وخليس مع قائد الجيش لن يعطيك أحد مش أنت أنت والقائد اللي بعدك واللي بعدك لن يعطوكم أي شيء هذا اللبنان مطلوب منه أن يكون خارج دائرة الصراع هذه المقاومة جاءت لتقول لا لبنان مش خارج دائرة الصراع مش عزوكم هذا اللبنان مش أنتوا بتقريرون إياه هذا اللبنان جزء من هذه الأمة ويتأثر بتأثيراتها وفلسطين هي أحدى قضاياها المركزية بيعجبكم أهلا وسهلا ما بيعجبكم أنتوا أحرار لكن ما تجد بيعولنا بالرز بصل يطلع يقول لي لو الجيش اللبناني عم يقاتل وين بد يقاتل الجيش اللبناني يليلي من وقت اللي بلشت بيني أكتوبر لهلأ فيه بيانين طلع لجيش اللبناني أو تليتي برأيك وجود حزب الله بيسمح للجيش اللبناني يعني شو ما خص وجود حزب الله يا ديانا لما نخلط عباس بدرباس بال2006 كان الجيش إلا جانب المقاومة المقاومة إلا جانب الجيش لأن كان فيه إرادة سياسية الآن اختلفت القصة الآن فيه حدا عم يلعب بالداخل اللبناني عم يلعبوا بالسيتنجز تبع السلطة تبع المخ تبع الدولة اللبنانية لعبوا فيها من 2006 لهلأ طلبة بتطلع أحزاب وقوة وشخصيات بتقول أنه بده وصاية أممية وبتعارض أنه تصريح لرئيس البرنامان الإيراني طيب كيف أنت عم تحكي عن السيادة؟ عم تطالب بوصاية أممية وبتعارض تصريح لرئيس البرنامان الإيراني ما يكون رئيس البرنامان بده يفاوض عني ومعتبر حاله؟ طيب وأنت عم تطالب بوصاية أممية أنت كيف تطالب بوصاية أممية؟ أنت بتكون عم تحافظ على السيادة؟ لا ما علاشي نكون منطق واحد نكون منطق موحد بدي أرجع للفكرة نرفزتيني على فكرة نرفزتيني كتير ماشي الحال ماشي الحال لا لا ما بريد ما بريد نرفزك بس كمان أنت في مطارح ما عم تحكي منطق لا عم بحكي منطق أنا عم بحكي منطق شوفي عزيزتي ما عم تحكي منطق شوفي هاي دي المقاومة أسست لأنه فيه احتلال مش متل ما هلأ أحدا عم بيروج لنا فكرة أنه المقاومة هي سبب للاحتلال يعني لأنه موجود حزب الله نعم ينبرر للإسرائيل يفوت ويحتل فبتطلع المقاومة سبب للاحتلال لا أكيد مش مبرر المقاومة أحد أسباب الاحتلالات يعني عم نقلب المفاهيم شوف هذه المقاومة أنا معمول المقاومة أبد لأبي الدين لا لبنان أبد لأبي الدين الدولة أبد لأبي الدين الدولة هي الكيان الوحيد الذي يحمي المواطنين في أي مكان في العالم الدولة هي الإطار الوحيد المتفق عليه ضمن كل طب لما الدولة ما تقدر يكون عندها سيطرة أو تبسط سيطرتها على حزب معين ممنوع أصلاً ينحكى معه بشيء بيتصرف على زوءه وولئه للخارج كيف ممكن؟ هذا ظرف استثنائي يا يدياً يا سيدتي والله ظرف استثنائي لم يرتح هذا البلد لم يهنأ هذا البلد من كل فترة عم يصير فيه خضة ومنطلع منقول أنه يجب علينا أن نتفهم ظروف حزب الله وظروف المقاومة والدليل أنه الأمريكان بعد الثلاثة وثمانين الآن عم يعملوا حسابات مع حزب الله من الثلاثة وثمانين اليوم نحن قدي أربعة وشرين من قايمة من واحدة وارفعين سنة من واحدة وارفعين سنة ميت لهم مش ميت الأمريكان أنه نحن لبنانيين بناش نعطي عزل للمقاومة بظروف استثنائية لا نكون شوي متحبين مع بعضنا أكثر خلينا نقول على شكل التالي أن هذه المقاومة بكرة بس تنتهي الحرب وحتنتهي إن شاء الله قريبا سواء بتسوية أو بحدث ما كبير ممكن أنه نتنياهو يدهور وينزل على ويد الخنشارة ويد الجميجم متفئة ممكن كتير يصير في حدث كبير ما بتعرف يعني مثل هلأ نحن قلنا حدث كبير ممكن يغير يبدو أنه نتنياهو لا بعده ما بده يوقف عند اغتيال السنوار إذا ثبت يعني إلى الآن بعد ما أخذنا الحك فبس بدي أقول أنه أنا على الهواء فعشان هيك فعشان هيك المقاومة أنه بدنا شوي نعطيها شوي بتوقت هي عم تمر بظروف صعبة بكل هدي التاريخ وهذه المقاومة حفظت البلد حمت البلد صراحة خلينا نكون صراحين بالتكفيرين والتكفيرين كانوا فيها تحتلوا البلد لو لا المقاومة عند حرب استفاقية والجيش اللبناني دخل فيها وتحياتنا للجيش بهذه المعركة اللي كانوا له موقف حاسم بسوريا لما راحوا يقتلوا بسوريا كمان نحنا خصنا أنه يفوتوا يقتلوا داعش بسوريا نعم نحنا قتلنا بسوريا حتى ما قاتلونا هان شو خصنا بالحوسي أنا باليمن الحوسي شو خصنا فيه نحنا مين قال شي نحنا شو خصنا شو عملنا بالحوسي نحنا مين سلحوا للحوسي ما حدا سلحوا للحوسي الحوسي يا عم عنده سلح قد وقدك عم يتمر أنصار الله في اليمن اليمن لديه من الأسلحة والصواريخ الباليستية ما يوازي عدد من الدول العربية مجتمعة ليش ما بيساعد هلأ بيوقف حتى عم بيساعد لشو في حدا قد اليمن كدولي وقف قدام فلسطين وقدام لبنان مبيرا حكي السيد عبد الملك الحوسي قريبا راح تشوفي شوية صواريخ الباليستية شوية مسيارات يمكن يوصلوا إلى تل أبيب مبارح ضربوا الأمريكان والبريطانية طيب يا عم يا هذا العالم ما بديوا شوف الأمريكا وبريطانيا ليش عم تضرب اليمن دفاعا عن إسرائيل ولاش نحنا مش ما بقول أنه ندافع عن فلسطين يا خيمة الشعب اللبناني ما بيهمه هلا يدافع ما هو عم هو أنجع يقوم بحاله كمان بديفوت بحرب يدافع عن الفلسطين يا عم نحنا كنا عم أخوض حرب إسناد ونصرة مثل ما بلينكين إجا قال أنا صهيوني نحنا طلعنا نقول يا جماعة نحنا عرب طيب في ناس ما بدون يكونوا عرب أوكي نحنا مسلمين طيب في ناس ما بدون يكونوا مسلمين طيب أوكي يا جماعة نحنا أبناء جغرافية وحدة لا في ناس بتلك لبنان بكوكب آخر طيب احترنا بلينكين إجا من آخر الدنيا قال أنا في تل أبيب لست كوزير خارجية أمريكا أنا قصهيوني هو قال هاك مش أنا طيب هذا العالم كله إجا هذا ستراك متراك طبع هذا بريطانيا قبل هذا اللي إجا هلا هذا ستراك الهند جايب معه زبدي كان بالطيارة لك فات بقال طيارة شحن فيها أسلحة ليلحق حاله ليراضيه لنا تنياهو ما صدق على الله إنت يوصل ما لقى طيارة عادية إجا بطيارة الشحن شي غريب لك الفرنسي هذا ماكرون لك نتنياهو مسح فيه الأرض لمكرون مبارح تعرفي شو تصريح نتنياهو بماكرون تعرفي واحد بيجيب التاني بيمسح فيه الأرض مسح فيه الأرض لأنه طلبوا بوقفة لأنه طلب الدول أنه ما تدعموا شو طلع ماكرون يقول اليوم طلع ماكرون نقل المعركة عم يعمل هجوم على حزب الله وعا إيران لك روح إذا عندك شخصية وبتحترم حالك روح رد على نتنياهو لك روح يعمل لك شيء على نتنياهو مسح الأرض فيكو بفرنسا لك ما خلوا بقى فيه النتنياهو مثل ما عمل أيضا بالألمان طلعت وزيرة الخارجية الألمانية لترد تعب شو قالت لإسرائيل الحق في قصف المدنيين في قصف المدنيين شفتها تصريحة متلفز مش صوته صورة مترجم مثل قلباف لا هي عم تحكي بالألماني وعم تحكي صوته صورة على التيك توك طلعي يا لأ وزير خارجية ألمانيا لإسرائيل الحق في استهداف المدنيين أينما كانوا بدي أشكرك أول شيء استيس فايتسال صوري لأن خلصنا أصبت زيدنا في خمسة دائرة يا خلص ماشي بدي حييك أنه طلعت على المتفي ما بعرف إذا لا يا حي رح حدا يزعل منك من الجماعة اللي عم جربوا أولا يتهموها بالتخوين وبالصهينة لا لا أولا هلا بديش أعطي شهادات أنا بس أنه رؤي عليه شوية أول شيء أنا ما بيأخذ أوامر يعني أنا بوقف أنت خاطر بيئتي ومقاومتي وحزبي بعتز فيهم أنا مش حزبي يعني ما بيعطوني أمر بس أنا إذا إذا بينفخوا نفخها بحس أنه أنا لازم أفهم على يوم بعملها ما عندي مشكلة يعني بس بس لا أنه لا بيدعو لا لا المقاطع ولا شيء هني بيدعو الأمتي فيه أنه تراعي شعور الناس وجرح الناس وآلام الناس مش تاخدها القصة بالمعكوس يعني الإنسانية المفرطة وين مراعت عمل لك الإنسانية المفرطة بالخطاب عند الأمتي فيه أو غيرها لا تبرر الهجوم على المقاومة يعني بدك تكون إنسانية عملية إنسانية ضد إسرائيل المجرمة مش ضد المقاومة تحمليها مسؤولية بالآخر نحن بلد ديمقراطي وكل شخص حيا الله الديمقراطية يا مولاتي حيا الله الديمقراطية والديمقراطيين في كل أنحاء العالم حريط التعبير صارت مصادرة شكرا لك شكرا لك عراسي مشاهدينا فاصل ونعود اشتركوا في القناة